هؤلاء الأشخاص وغيرهم خرقوا في عدد من المدن الفرنسية الكبرى للمطالبة بمزيد من الحقوق وتحسين ظروف العمل لهم هذه التظاهرات تأتي بحلول الأول من مايو كل عام وبالتزامن مع عيد العمال الذي له تقوسه المختلفة هنا في فرنسا حيث جرت العادة أن يتهادون زهرة زنبقة الوادي حيث يعود أصل هذه الممارسة إلى عصر النهضة وبشكل أدق إلى الملك شارل التاسع الذي استلم في الأول من مايو عام 1561 باقة من هذه الزهور كهدية نحن هنا لأن النظام البطالة يتم تدميره نحن هنا لنرفض جميع التغيرات التي ينتوون القيم بها ليس فقط للعاملين في مجال الثقافة والفنون على مدار العشرين عاماً الأخيرة تم إلغاء أكثر من 100 ألف غرفة عناية مركزة من قبل الحكومات المتعاقبة وذلك للتقليل النفقات هنا في مستشفى السام مارغ في مرسيليا تم تقليص أعداد غرف العناية المركزة ونفس الشيء مع مستشفى ليست بعيدة هنا بمدينة نيس وجارت العادة أن تدعو أبرز الجمعيات الأهلية ومنظمات واتحادات العمل والعمال وحركة السترات الصفراء لتظاهرات تقوب شوارع وميادين المدن الفرنسية مطالبين بتحسين ظروف العمل لديهم وزيادة مرتباتهم نحن هنا من أجل عالم أكثر عدالة بفضل هذه المظاهرات تحقق إتاحة الفرصة للعمال الأكثر فقرا للعمل هذا ساعدهم قليلا ولكن الدولة قررت إلغائها ولهذا نحن هنا اليوم لنعيد نفس الطلبات أنا مستأة جدا لما وصل إليه الحال لأن كل شيء ليس على ما يرام المستشفيات والعاملين فيها والشرطة وقوات الإسعاف والمطافي وكل ما يتعلق بالفقراء ككل عام في الأول من شهر مايو يتحدر الشعب الفرنسي لإحياء عيد العمال من خلال تنظيم مظاهرات في كافة أنحاء البلاد في الأول من مايو من كل عام جرت العادة أن يحتفل العالم بعيد العمال إلا أن فرنسا قامت بتغيير اسمه ليصبح عيدا للعمل وذلك تقديرا لقيمة العمل وأهميته في حياة الشعوب حيث أنه لا يمكن أن يكون هناك عمال دون أن يتوفر لهم فرص للعمل خالد شقير اكسترا نيوز